ما لوح به ترامب لأسابيع خلال الفترة التي سبقت موعد الانتخابات هو يقدم على استخدامه بعد أن وجد أنه قد يجد نفسه خارج البيت الأبيض سنواجه قانونيا كل الولايات التي دعا بايدن أنه فاز بها مؤخرا بتهمته تزوير الناخبين والانتخابات نفسها تغريدة تنخص ربما استراتيجية ترامب المقبلة ويكمل نحن لدينا الكثير من الأدلة سننتصر الولايات المتحدة أولا ما تبدو وكأنها استراتيجية قضائية بدأ بتطبيقها ترامب ليجابها بها نتيجة الانتخابات الرئاسية التي من الممكن أن لا تعجبها حيث أعلنت حملته رفع دعوة ضد ولايات بنسلفينيا ومشيغن وجورجيا وذلك حول احتساب الأصوات التي سجلت بعد الثالث من نوفمبر وقضية التصويت عن طريق البريد أو ما يعرفه بالاقتراع الغيابي بالإضافة إلى وقف فرز الأصوات إلى حين التحقق من الذين تلك التي لم يتم احتسابها دعاوة ترامب قوبلت بالرفض من البعض حيث قام قضاء في جورجيا ومشيغن برفض الدعوة التي وجهها ترامب إلى الولاياتين وفي فنسلفينيا وصف حاكم الولاية دعوة حملة ترامب التي تسعى إلى وقف فرز الأصوات بأنها ببساطة خاطئة يرى الصحفي بيان مارغول يرى بأن ترامب يدعي مرة أخرى أن هناك تزويرا للناخبين دون أن دليل موثق بعد أن تقدم بالفعل بثلاثة اعتراضات ضد ثلاثة ولايات يقول الكاتب جود ليغوم قرأت الدعاوة فوجدتها فارغة لا قيمة لها وفي حين تقول هذه المغردة فوجة لودية تقول أن الدعاوة القضائية في ولاية بنسلفينيا ومشيغن وجورجيا هي لتمهيد الطريق للطعن بنتيجة الانتخابات الطريق بما أن ترامب متأخر عن بايدن سعيا للفوز لكن توم سورور كان له رأي آخر فهو يعتبر أن ترامب يكافح لاحتساب كل صوت قانوني وكشف كل الأصوات غير القانونية والمزورة ننتقل الآن إلى القصة الثانية سئم الأمريكيون قبل غيرهم من انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية ولاية واحدة قادرة أن تحدد ما سيكون عليه الوضع في الولايات المتحدة ودول عديدة في العالم أيضا خلال السنوات الأربع القادمة والحديث هنا عن نيفادا التي أنهكت من يتابع سباق الزحف إلى البيت الأبيض نسبة فرز الأصوات في هذه الولاية بلغت 89% ونصيب بايدن منها يقدر بـ 49.4% متقدما على ترامب بفارق 0.9% هذا التأخير في النتيجة قد يمتد إلى يوم الخميس القادم بحسب ما قالت مديرة حملة بايدن الانتخابية جينيفر ديلون وسائل التواصل الاجتماعي كانت متنفسا للشارع الأمريكي الذي ينتظرها بحذر تقول ميغان هول تقول إذا كانت هناك ولاية تستطيع فرز الأصوات بسرعة فهي نيفادا ما الذي يحصل هناك تساءل بإن كانهم الاستعانة ببعض الخبرات من لاس فيغس وعلى سبيل الفوكاهة تقول كاتلين لقد حفظت شكل حدود نيفادا حتى التفاصيل الصغيرة بعد التحديق في الخريطة الانتخابية خلال 48 ساعة الماضية في حين الصحفية شين هازل تعتبر أن النتائج لن تصدر اليوم في نيفادا وتقول ما زلنا ننتظر الأخبار بخصوص الأصوات التي لن يتم فرزها حتى الآن أما صاحب هذا الحساب فيشير إلى أن أحد موظفي الانتخابات في مقاطعة كلارك في ولاية نيفادا قال في مؤتمر صحفي إنهم لن يكملوا فرز الأصوات حتى الثاني عشر من تشرين الثاني من نوفمبر وإن الحالة الوحيدة لتزوير الناخبين كانت من أحد مؤيدي ترامب الذين حاولوا التصويت مرتين لكن الصحفي كونان نولان قال لا داعي للاستعجال فيما يتعلق بتأخر نتائج نيفادا فإن العاملين على فرز الأصوات هناك بالكاد حصلوا على قصد من الراحة الليلة الماضية حيث أن لديهم ما يكفي أمامهم ليتعاملوا مع الفرز ويتقلبوا الحذر والدقة في الأداء ترجمة نانسي قنقر